ولذلك حينما تقرؤون احتياطات الفقهاء وما بذلوه في الرسم القرآني الرسم القرآني ليس رسما اعتباطيا هو رسم يحاول أن يجسد المعنى الذي يريد القارئ أن يصل إليه حيث يمكنك أن تقف أو لا تقف فهذا الرسم يتفاعل مع المعنى وينظر إلى المعنى ويؤدي حينما تحترمه يؤدي إلى المعنى هناك معاني مثلا هناك وقف وهناك كتب كثيرة في الوقف والابتداء وابن الحاسك له كتاب كبير في القطع والائتناف القطع والائتناف أي ليس كما يقرأ الناس بالمصحفي حيث ما شاءوا وقفوا لو قلت لا إله وسكت أي يكون هذا كلاما سليما فلا يمكن السكوت في هذه الحالة إلا بعد إتمام وإذكر المسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكثير من النصوص لو لم تحسن قراءتها بالوقف على الأقل فإنك تفسدها فلا يحزنك قولهم جيد إن العزة لله جميع لو قرأتها بالوصل لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميع معنى هذا أنهم كانوا يقولون إن العزة لله جميع وكأن المستمع حزن لذلك فقال لا يحزنك قولهم لم يكونوا يقولون إن هذه تذييل تعقيب على النهي لا يحزنك قولهم تهى الكلام إن العزة لله جميع لو وصلتها كان لك معنى آخر مغاير تماما بسبب الوقف والابتداء فأين تقف وأين تبتدي لابد أن تعرف أن النص يقتضي أن يقرأ قراءة جيدة دايما وهذا في كتب التصحيف هناك كتب خاصة بالتصحيف فيها أشياء من هذا القبيل وأشياء مما يتعلق بالنقطة ووضع النقطة في غير في غرة وشقاق في عزة وشقاق حينما قرأها زال النقطة في غرة وشقاق وهي كذلك لأن كان يقرؤون وبعد القارئين الآن الذين لا يقرؤون في المدرسة القرآنية يفعلون الأعاجيب بعض من يقرأ الآن تصدى للقرآن غالبا ما يخطئون كثيرا ما يقرؤون بعدما لا تلجئهم الضرورة إلا أن يستهدوا بآية من الآيات فيقرؤون وربما يحرصون لكنهم في الأخير يخطئون مع أنهم ليسوا وهناك معروف في تاريخ المسلمين أن هناك علماء علماء النحو أو احتمل بعض المحدثين كانوا يخطئون في حدى قرأوا القرآن لا إلا عن موعدة وعادها أباه في القرآنية أباه وهذا من الخطأ الذي تنتهى للناس بسبب قراءتهم الشخصية صحفيين هؤلاء صحفيون وهكذا دائما هذا يمضي يمضي دائما في التاريخ لا الآن قال أن أحد في الأحصر الأخيرة أن أحد الأشخاص كان قد حكم عليه الأمبراطور في روسيا قديمة بالإعدام فاستعطف الأمبراطور استعطف على أن يعفو عنه كان يرفض ذلك كان يرفض ذلك فكتب هو في الرد على الجواب الإعدام ها الإعدام مستحيل العفو هذه الكلمة حينما تضعها وتكتبها تتغير منها فإذا أخذتها زوجته قالت الإعدام مستحيل وضعت النقطة الإعدام مستحيل العفو أهو خرج بره لو وضعت النقطة قبل الإعدام مستحيل العفو ها تغير المعنى تغيرا مطلقا بسبب نقطة لذلك قلت هذه هذه النصوص محفوفة الآن بهذه المخاطر أن يفسد فيها المعنى ووقع هذا في كثير من الحالات في المفاوضات يقع دائما هذا فهذا أمر تنبه إليه المسلمون كثيرا وإحطاطوا للنص والص وهم كانوا يتحدثون عن الشكل شكل كلمات وعند بعض المحدثين وعند خصوص ما يتعلق به بالحكم الفقه أن ما يشكل يشكل وما لا يشكل يشكل لأن الكلام يشكل يشكل حين قراءته فإذا كوجب الخروج من ذلك وقد ذكر القاضي عياد في مثالا لهذا أن الفقهاء قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه وحينما قرأت هذه الذكاة بالرفع كان معناه إن ذكاة الأمه هي ذكاة للجنين فلا يذكى من جديد أي ذكاة أمه هي نفسها ذكاة له وإذا قرأتها بالنصب قلت ذكاة الجنين ذكاة أمه كأنك تحيلها إلى ناء بفعول مطلق أي ذكه ذكاة أمه ويصبح الحكم حكما آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر